يستمر تصعيد المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محافظة أبيان تجدد المواجهات في منطقة الطرية قريبة من مركز المحافظة أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الانتقالي وجرح عشرة آخرين وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية في مواجهة مع القوات الحكومية مصدر ميداني قال إن قوات الجيش أفشلت هجمات عسكرية لعناصر الانتقالي في شيخ سالم والطرية بعد تدمير عدد من الآليات العسكرية الإماراتية وأسر عدد من مقاتلي انتقالي وإسقاط طائرات إماراتية مسيرة كانت تحلق فوق مواقع قوات الجيش الوطني المعركة الدائرة في أبيان انتقلت إلى مرحلة جديدة من الصراع بعد دخول الطيران المسير الإماراتي على خط المعارك وهذا ما أكده مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي قائلا إن الجيش أسقط طائرات مسيرة للانتقالي بعد تقدمه في جبهة القتال وإن هذه الطائرات وصلت لمليشيا الانتقالي من الإمارات التي تتفنن باستهداف الجيش وأبناء اليمن حد تعبيره وفق ما أكده مصدران في المنطقة العسكرية الرابعة ومصدر سياسي تالث في شرعية للعرب الجديد فإن الطيران المسير يتحرك بعلم من قيادة التحالف أي السعودية في عدن مسؤولون حكوميون أكدوا أن أبو ظبي تتدخل بشكل مباشر في إدارة المعارك ضد الحكومة في أكثر من جبهة في الوقت الذي تعثر فيه إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في الرياض في ظل ضغوطات سعودية إماراتية على الرئيس هادي التوتر العسكري في المحافظة والتعثر السياسي يتزامن مع استمرار عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض فيما تقول الأنباء إن الشرعية تتمسك بتنفيذ ما بقي منه بما في ذلك تشكيل الحكومة بعد تنفيذ الشق العسكري والأمني حرب يقودها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن وتستخدم فيها طائرات إماراتية ومعدات وآليات عسكرية كان يفترض أن تكون مخصصة لمواجهة ميليشيا الحثي لا قوات الحكومة الشرعية